اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله اليوم سوف نشاركوا معكم بحسن pode 1 مصير 30就是 80 110 100 130 100 100 100 100 100 100 150 150 هنا خمسة اكياس الخميرة الكيموية معلقة الخل و هنا قبسة الملح هنا سطل البيضات بحرارة المطبخ و هنا ثلاثة كيسان الفورس مغرب لين من قبل بسم الله اشتركوا في التعليق اسم الصديقة الطفولة اشتركوا معنا بسم الله على بركة الله سوف نأخذ السطل البيضات من بعد ما قصناهم في واحد زليفة سوف نوضع معهم كاس و نص ديال سكر سانيدا سوف نجعلهم يبطربوا في هذه الكيكة البنات سوف نأخذ أصفر البيض بحرارة ولكن بإمكانكم إذا لم يكن الوقت سوف نأخذهم بهذه الطريقة الأهم في هذا الشيء كامل هو أن البيض ديالنا خاصوا يضاعف الحجم دياله على الأقل ثلاثة المرات يعني ثلاثة الأضعاف ديال الحجم اللي وضعناه في البول سوف نجعله يتطرب تسيب اللي نعلها تشكل ما زال نزيدوه تطرب لأنه سوف يضاعف الحجم دياله و يتبدل اللون دياله و تتشوفوا واحد الفقاعات اللي سوف يبانوا لكم عاد باش نقدروا نضيفوا مكونات آخرين و هنا ما غنوقفوش نهائيا تحركين يعني الباطور ما غنطفوش غنسكتوش غنخليه يخدموا في نفس لوقت نضيفوا مكونات آخرين نضيفوا كاسة الزيت و نضيفوا الكاسة الحليب و غنضيفوا كاسة الياغورت بنكهة الفانيل من الأحسن يكون بالفانيل أي نوع ديال الياغورت أنا هنا خدمت بالياغورت كريمي يعني الياغورت ديالنكهة الفانيلة كريمي يعطيها واحد لده رائعة و حتى القوام ديال الكيك تيجينها خفيف بزاف و إسفنجي يعني احتمل الداخل ديال الكيك حنا ان شاء الله غدي نشارك معكم غنقطعوه و غدي تشوفوه كيفاش شقدير من الوسط ديال الكيك من البعض عادين نستمروا في التضرب دائما نضيفوا الفانيلة ساشي ديال فانيلة و قبيصات الملح دائما حتى تتبالون للمكونات اللي ضفناهم يعني الماء تخلطو يعني تمسجوه مزيان ما بقاوش حبيبات ديال فانيلة أو أي حاجة أي مكون ضفنا خاصه ضروري يتخلط مزيان عاد باش نضيفوا المكوين اللي من بعد منه من بعد رали نضيفوا الدقيق بالتدريج لاغروري بنات نضيفوا الدقيق من بعد ما غربناه على الأقل مرة على جوج نضيفوا البكتب يعني الكيميا اللي게 لعدنا نقسمها على الأقل ثلاثة المرات أو لاربعات المرات حتى تدخل الكيميا الولم لو تتدامج مع الخالات اللي عدنا عاد باش نضيفو الكيميا التانية هنا البنات في الزلافر عدنا غير جوج كسان ديال الدقيق بقياس كس العنبة عد باش غنضيفه والثالث اللي غنضيفه معه الخمارات يعني خمسات الخمارات ديال الحلوة يعني من العبارة غنا نخليه لكم في صندوق الوصفة البنات من فئة 8 جرام يعني 8 في 45 جرام تقريبا ديال الخاميرة الكيموية تنضيفها هي في آخر مرحلة ومن بعد عد باش غد نخلطه مزيان يعني ضروري يندامج يدخل داك الدقيق ويندامج لنا كيف ما دفليكم مع الكي مع الخالات اللي عندنا وعد باش نضيفه في الآخر مرحلة المعلقة ديال في الخل اللي تتزيد تعطينا الواحد الواحد الرطوبية في الكيف ديالنا وواحد يعني السمك دياله تيكون خفيف ما تيكونش تقيل نهائيا البنات هنا غنستعملو لان انا قلت لكم كيك بحجم معائلي المول اللي غنخدمو بي عندنا فيه 33 سنتيمتر 33 سنتيم ونص المول كبير مول بحجم معائلي تقدروا تخدمو ب30 سنتيم باش يجيكم الكيك مزيان ولكن قل منو لا ما غديش يجيكم مزيان احسن يكون المول كبير بزا فعد يعني يكون بهذا القياس غدي نحاولو اننا نخويو الخالات وفي الشارع نخويو الخالات البنات كيف ما تقولها لكم دائما وخصوصا اللي مبتدئات اننا منين نبغيو نخويو الكيك ديالنا او للخالات ديال الكيك في المول دروري نهزو ادينا الفوق بزا فعد باش يتهوالينا الخالات يتهوالينا الكيك ديالنا ويجي اسفنجي ويدخلو داك الهواء من الداخل يعني يتهوالينا الخالات مزيان من بعد ما نوضع الخالات كامل يعني ما نخليو حتى شي حاجة في البول البنات حدارة نخدمو بسباتولا او لا يتيك لكانت لقية وغاتلها ودجا تخدمي بيها مهمتا نخدمو باي راحة لقيتها في الكزينة ديالتك تخدمي بيها الطريقة اللي تتجيك مناسبة من بعد تنحاولو انا ننهزو المول ديالنا وتنضربوه مع الطاولة ديال الخدمة بهذا الطريقة على الاقل مرة ولا جوج يعني تنزيدو نحيدو دوك الفوقاعات باش الكيك ينجح مرئة في المئة الفران را ديجا اخشاننا بالحق غيم الاسفل للبنات حتى تحمر لنا الكيك مزيان وعطات الريحة ديالت النكهة ديالت الكيك في وسط الضرب انه طاب عاد باش غبطنا شوية الفوق باش يتحمر كان ديجا هو تحمر من الاسفل تحمر كله لاحظوا البنات كيفاش يبال لكم الكيك كأننا قدنا البغرية عايبال لكم حتى توقوب معرفش وش بانوا لكم زيان ولا لا هنحاول انا نقرب الكاميرا باش تشوفو كينين توقوب صغيرين تيجي مهوي واسفنجي وحتى المضاق روعة حتى يبرد لنا الكيك تماما عاد باش نحيدو من المول ديالو ونزينوه بالطريقة اللي بغينا واللي توفر عدنا هنا اخذينا واحد ربية ديال الكاس ربع كاس ديال اللاسل اللي سخناه سخناتو لوبنا مزيان عاد عاد باش هاي تدهن بي الكيك كله وغادي نزينوه باللوز ايفيلي هنا اللوز ايفيلي قدرنا له معي القطاع الزيت وحمرناه وزينناه بيه لكم الاختيار بلا تقدروا تزينوه بالكوك او لا تخليه بطبيعته او لا بالشوكولة على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب الضوقة ديالكم تنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وصلنا على نهاية الفيديو تنتمنى انه يعجبكم وتشاركوا معنا في تعالق اسم الصديقة ديتكم بتاع الطفولة وتجربوا وتخلونينا رأيكم في صندوق الوس او لا في تعالق تنتمنى الى فيديو اخر ان شاء الله بإذن الله نخلي لكم الكلمة مع الاخت لبناء لبناء تنتمنى اكون اعجبكم الفيديو وما تنسوش في التعالق طلبوا من حبيبتي الليدي انها تشارك معاكم الكواليس وشكرا